على فكرة لازم تلاحظ التقدير الشديد جدا 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 من الرئيس للشباب والشابات بشكل عام انا بكلمك بجد وفي نفس الوقت تقديره بالتأكيد الشديد للشهداء واسره ويمكن ده كان يعني اقولك مش واضح بس هو طول الوقت ده واضح لكن يمكن اخر مشهد تشوفه مثلا النهاردة لما كان الرئيس فيه كلية الشرطة وكان بيهني الاسر ابناء الخرجين وما الى ذلك اسف الاسر يعني اللي كانوا جايين معا اولادهم وما الى ذلك ولازم تشوف ازاي فعلا تحس انه مهما كانت الهموم مهما كانت المشاكل كلنا شايفين اللي بيجرى على الاراضي الفلسطينية وما الى ذلك الرئيس عندما يجلس وسط مجتمع شاب تلاقي الرئيس ممتلق بالحماس تحس ان هو فرحان سعيد عنده طاقة طاقته اجابية جدا حاجات زي كده اول ما بيلاقي قدامه شباب يبقى سعيد ايام ساعدة ووجه الحقيقة التهنئة والتحية لأسر الخرجين الحقيقة من كلية الشرطة وللطلبة وطالبات الكلية اللي كانوا موجودين النهاردة وقدم التحية والتأدير للشهداء وقسارهم مؤكد في خلال كلمته خلال الاحتفال بتخريج الدفع الجديدة من طلبة كلية الشرطة ربنا يا رب يحفظهم قادر يا كريم او الله العظيم ربنا يحفظهم بالمناسبة عايز اقول حاجة في الحتة دي الزباط الشبان الجداد اللي الواحد بيشوفهم مثلا كده هتلاقيهم في الشوارع او في الإقسام او حاجات زي كده لأنه صغيرين خالص لسه متخرجين طازة دول العالدة حلوة جدا والله العظيم قوي قوي عليهم قمة الدنيا وفيهم أدب الدنيا ووشهم سمح وحاجة يعني بجد سكر السكر بأمانة شديدة والله العظيم جدا يعني يعرفك ما يعرفكش لطيف ومهزب وغميل كده وبشوش وخدوم حاجة سكر المهم فالرئيس أكد كمان حرصه على وجود نسبة دائما من أسر الشهداء في كل احتفالات الشرطة والجيش وقال إنه ده من باب التأدير والاعتزاز بيهم وإنه ده من باب الامتنان للي قدموا المصر اسمع الرئيس قال إيه بمنطوقه وبصوته قدم التهديئة والتحية لأسر أبنائنا الخريجين النهاردة ومش بس الخريجين الحقيقة وأيضا أبنائنا اللي موجودين ضمن طلبة الكلية وطالبات الكلية ومهم أيضا إن أنا أذكر إن إحنا دايما لكل أسر شهدائنا شهداء مصر كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم وعايز أقول لكم إن إحنا كلنا في الدنيا اللي إحنا يعني ناس بتيجي وتذهب لها ما لها وعليها ما عليها إلا الشهيد بتفضل ذكراء عاطرة لما قدموا من تضحيات من أجل وطنه وأنا عايز أقول لكم أنا شايف الأسر موجودة هنا وأنا حرست على إن دايما في كل الحفلات بتاعت يعني الشرطة والجيش إن يبقى نسبة من أسر الشهداء تبقى حضرة معنا أولا تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لنا أهلا بحضرتكم مرة تانية كويس جدا لكم استمعتم وشاهدتم هذا المقتطف لفخامة الرئيس